ان شاء الله النهاردة سنكمل بقية الموضوع اللي كنا بدأنا فيها هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا بالنسبالك اللي هو موضوع DNS يمكن تقريبا ده من اكبر الموضوع اللي ممكن هتدرسها ومش من اصعبها من اكتر الموضوع اللي فيها كلان يمكن تعتبر ان DNS واحد من اهم السيرفزز اللي موجودة حاليا وانت شغالك سيستم ادمن مع ال NTB يعني دايما كده الانفراستركشور بتاعت اي شبكة الانفراستركشور بتاعت اي شبكة بتكون مرتبطة بثلاث حاجات ال DNS والميل سيرفزز وال NTB اعتبر ان دول هما الانفراستركشور بتاعت الشبكة اهمهم واكتر واحدة critical فيهم هي ال DNS اللي من غيرها تقريبا مفيش اي حاجة تشتغل يعني NTB عندك مفيش اي مشكلة فيه NTB استخدم Public NTB Server والدنيا هتبقى تمام مش لازم يكون لوكال ميل سيرفر مش مشكلة ياما شركات ياما شفت شركات ومؤسسات شغالة من غير ايميل سيرفزز ليهم ممكن يكونوا اصلا شاريين Public ايميل سيرفزز زي واخدين حاجة من جوجل مثلا او غسط على الانترنت لكن لم ترى حتى الان اي مؤسسة او اي شركة حتى الشركات الصغيرة او الشركات التعبنة اذا ما احنا بنزميها او شركة من الشركات دي شغالة من غير DNS مستحيل لم ترى حاجة كده قبل كده حد الوقت ضيهم دي الانترنت هناك موضوع كبير انا. ف Risale احنا نحاول نقسم الأجزاء سنصل في الانترنت لانترنت الخاص بكجار من خلال MM تقضى الماكن حيث م Had���ọc accelerations للإقصcile ון ونحاول نحاول نقوم إمور هؤلاء � Fang الس个 ولشيخ نفح في المنت gust Capital ولو ربنا تضينا الصحة و كان لنا عمر يعني والإدكو فاهمين أو لسه عندكو سعادة قبلية تاخدوا حاجة دلوقتي ممكن نتكلم على DNSك و كيف تستخدمه عشان تسكيور الريكورتس بتاعتك بشكل كويس الحاجة التانية كمان الانتجريشن كيف تعمل DNS فوروردنج أو كيف تنتجريت DNS دوا مع ميكروسوفت DNS ففي موضوع كثيرة جدا على الأقل على الأقل كحد أدنى سأحاول ان شاء الله نتكلم على DNS سأتكلم على ForwardLocup و ReverseLocup سأتكلم على ResourceRecords كيف نعمل DNS فوروردنج لدومين معين سأحاول ان شاء الله أثبت الموضوع معكم لكن لا تفكرين ان الموضوع دي سيطول معنا قليلا لكن سأحاول أن نلم فيه أكبر قدر ممكن لأنه موضوع مهم جدا سأحاول أن نركز عليه ان شاء الله قدر المستطاع تمام كده؟ من الـ DNS سأحاول أن أعطيكم اثنين سيرفيس ليس واحدة سأحاول أن أعطيكم اثنين سيرفيس الأولانية اسمها Unbound والتانية اسمها Bind سأحاول أن تكون الرئاسية بالتعامل هذا الطبيعي بالتعامل ستجد دائماً شغال Bind بالمناسبة كل الـ commercial solutions الموجودة حالياً معتمدة على Bind عن طبيعي وماذا يجب على المستطاع تجد دائماً من المستطاعات التي تجد حالياً مثل Infoblocks لا أعرف أن تسمعون عن Infoblocks قبل أو لا لكن Infoblocks تجد دائماً مهلاً باستطاع 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 سيرفيس يسمى Unbound وهذا سيستخدم ككشنج نام سيرفور فقط لغير تمام وهنحاول برضو كمان واحنا ماشيين في السيكا كده اعرفك ازاي تستخدم بايند ككاشنج only name server ماشي ماشي فيه موضوع مهم جدا كمان كنت عايز اشرحه وعايز اقوله من الكورس اللي فات من ايام زمان بس مش عارب ما جدت الفرصة ان احنا نتكلم فيه كان موضوع DNS views ده من اهم الموضوع اللي بالنسبة لك ممكن تستخدمها بالذات لو عندك شركة وفي عندك نوع من الموضوع اللي بي اكسس الشبكة بتاع الشركة دي اعتبر مثلا شركة وعندك جسس بيحاول يخش الشركة دي فانت عايز توفرهم انترنت اكسس فانت هتحاول تحمل ريسورس بتاعتك او ريكورس بتاعتك الشبكة الداخلية اللي الناس بيخشوا عليها يشوفوا حاجات والناس الجسس اللي جايين لك بيستخدموا نفس الدين بس بيشوفوا حاجات تانية فانحاول نغير او نحاول ايه نحاول ايه نامبلومنت دي ناس ديوز عندنا وحنا شغالين ماشي؟ طيب اه في حاجة بس عايز اقولك عليها ان دي ناس حاليا مش دي ناس بس كل السيرفز اللي موجودة عندنا كلها حاليا تيتلي انتجريتد مع الاس اي لينوز فمش عارف مش عارف مش راح ازاي او انا مش عارف اجيبها لك ازاي بس مؤقتا مؤقتا هيبقى عندنا حال من اثنين يأما انيبل اس اي لينوكس عندنا واشتغل مع دي ناس وهتاخد الاومر زما هي كده بس لحد ما نخلص موضوع دي ناس وموضوع الميل سيرفر مرة الجاية او الدرس الجاية يعني الموضوع الجاية اللي هنشتغل فيه وبعدها مباشرة نخش في اس اي لينوكس او ان انا دي سيبل اس اي لينوكس عشان ما يتصلاش مشاكل وبعد كده نبقى نعمل لها انابل الحل مش عارف تفضله ايه اعتقد انا ممكن انا عن نفس انا افضل انابل اس اي لينوكس شوف الاوامر زما هي دلوقتي بتتكتب ازاي مؤقتا بس مؤقتا لحد ما ناخد اس اي لينوكس وبعد كده هتلاقي نفسك فهمت الا انا كنت بعمله قبل كده فانا اعتقد ده بالنسبة لنا ده الحل الافضل مش عارف انت رأيكو ايه يعني بس لحد ما احاول ايه اشتغل بالحل ده مؤقتا ماشي تمام ماشي اه ندوس ان شاء الله نشتغل في الموضوع ده يلا بسم الله الرحمن الرحيم بداية ايه ايه معلوماتك عن الديناس يلا احد يمكن اقول لي ايه هو الديناس ايه ايه اي سي هوست ببساطة ايه ايه اي سي هوست ببساطة بكل بساطة مثل الناس يقولون الطبيعي أنك أي ريسورس تطلبه أين كان المفروب أن تطلوب الـ IP يعني في البداية لما الانترنت تتعمل لم يكن هناك الناس أصلا لست تعمل انسى الناس دول الذي تعمل كالـ IP Address التي نعمل بها المهاردة عندما تعملت الـ IP Address كنت لازم تخدم الـ IP Address الرقم بتاعه بكل بساطة حسنًا لكي تتعمل كل المواقع أو كل الأجهزة التي موجودة حول العالم الموضوع كبير جداً منهم يعني فتحت منهم فتحة كبيرة قوية عدد الأجهزة كبير جداً عدد السرفارات كبير جداً فعشان الناس تحلوا المشكلة دياً بدلاً من أن كل جهاز تحاول تكتب أو تحاول تستخدمه تحاول تكتب الـ IP وما قلت لك مزعج الناس فكروا في حاجة تانية قال لك بس يعمل نحن نضع الـ IP Addresses بالأسماء بتاعتهم في ما هي المشكلة دياً؟ أولاً أن تخيل ايه تي سي خصص دوان؟ الملف ده جيت أحط أو عرفت موقع جديد أحط entry تاني entry كمان مرة entry كمان مرة وبعدها الملف ده عندنا مشكلتين دلوقتي الملف ده حجمه بقى قد ايه؟ size بتاع الملف ده ها ايه النظام بتاعه؟ ده رقم واحد الحاجة التانية كل اللي أنا عملته ده Local زي ما الراجل ده بيقول ماشي كده؟ فحنا في عندنا دلوقتي مشكلة حقيقية في عندنا دلوقتي مشكلة حقيقية أولاً حجم الملف هيكبرك بشكل كبير جداً؟ عمرك انت كيوزر ما هتقدر تمانتين ملف بالشكل دوان؟ لماذا؟ لان تخيل لو كان عندك سيرفر موجود والسيرفر ده نقل او صاحب السيرفر ده نقله من ISP إلى ISP تاني يعني تخيل انت كده هتجدك أبسط مثال بلاش الأمثال موجودة في الأمريكا في مصر الراجل ده كان واخد اللينك بتاعه من T data وهبه رح محاول من T data لقاهم لك كلبه مطلعين يعني ايه؟ رح ايه؟ رح مائل لينك فرحت لينك مديله اي بي أدرس تانية فمضطر ان هو يروح على نفس الملف يشوف الأسماء القديمة اللي كانت وصلة بالسيرفرات الموجودة عند الراجل ده ويغيرها ويحط الـ IP addresses الجديدة ده رقم واحد الحاجات التانية لو انت عندك ألف مستخدم فالألف مستخدم كل واحد فيهم لازم يعمل نفس العملية الموضوع موزعج جدا الموضوع موزعج جدا جدا عشان تحل المشكلة ده نقالك بس ثانية واحدة الـ Internet Authority أو الـ IANA بدأوا يفكروا هو احنا ما نقدرش نعمل organized way ان احنا نتحكم في الأسماء دي كلها بحيث ان انا بدل ما عز باليوزر اخلي بدنيا سهلة عليه فبدأوا يفكروا في Heirical System الـ Heirical System يسمح لهم انه يمانتين الـ Internet database بالكامل من غير اي مشاكل طب دلوقتي المواقع كلها هنعمل فيها ايه؟ قالك بص كل المواقع اللي موجودة في الدنيا انا هخلي فيه حاجة اسمها Parent Name Servers Parent Name Servers دولا بيبدأوا ضد Parent نس من هنا وجاء اول ما تلاقي كلمة نس معناها نام سيرفر ماشي القلم مش عارف السن بتاعه فيه مشكلة فا ايه؟ ما عليش يستحمل معي النهاردة في الكتابة اللي شكلها غريب دي طيب نرجع تاني بقى الموضوعنا قالك بص الدوت ده هيبقى Parent Name Servers تحت الدوت ده انا اعمل لك Heirical System واحط لك فيه حاجة اسمها Top Level Domains Top Level Domains زي Com وزي Org وزي Net خلاص وغيرها ماشي كده؟ تحت كل واحدة منهم احط لك الدومين بتاعك نفسه خلاص زي وليكن Yahoo.com وزي Amazon Google وغيرها وبرضو نفس الحكاية تحت نت احط لك الدومينز بتاعتك وهكذا تحت جوجل احط لك Sub Domains اهو وتحت كل دومين منهم ممكن احط Sub Domains تانية يعني تحت ده كده ممكن احط له Sub Domains وتحت كل واحد منهم Sub Domains تانية وتحت كل واحد من دول Sub Domains تالتة وهكذا بقى برحتك بقى زي ما انت عايز ماش كده Added Deakness طيب في عندي مشكلة تاليسها موجودة اللي هي ايه قالك بس انت عملت قولي هريكا السيستم طيب انت هتخزن المعلومات دي كلها فين قالك بس انا المعلومات دي كلها هحطها عندي في Central Database موجودة حوالين العالم كله اسمها Root Servers خلاص كده والروت سيرفرز دولا قالك هم عبارة عن سيرفرات هتبقى كل وظيفتهم في الحياة يمنتين الداتا بيز بتاعة دومين نيم سيرفرز دي خلاص كده اه دي كل فايدة الروت سيرفرز طيب عشان ما حدش يتحكم فيها وعشان ما يعزبوش الناس وقولك بس يا عم ده في دولة معينة بتتحكم في الروت سيرفرز دولا قالك بس احنا هنقسم الروت سيرفرز دولا حوالين العالم خلاص مش عارف كم سيرفر في امريكا وكم سيرفر مش عارف في روسيا والسيرفرات مش عارف في الصين وهكذا ماشي كده فلو انت جيت بسيت معي هنا كده وتعالى نبص يا سيدي على الروت سيرفرز كده اللي موجودة ماشي تعالى كده يا سيدي اه نحاول نشوف التوزاعات بتاعته موجودة في ايه؟ الروت سيرفرز موجودة عندك اهيا هم 13 روت سيرفرز تحديدا هم 13 روت سيرفرز خلاص اه بيبدأوا من ايه الام لو حاولت تعد كده اي بي سيدي اي اف جي لحد ام هتلاقيهم 13 بالظبط خلاص وده التوزيع الجغرافية بتاعتهم ماشي؟ حاجي لك بس كمان دي ائتين بزادة اقول لك على حاج هدا مستخدمينها المهم نرجع تاني الموضوع هنا بصلي كده ال 13 روت سيرفر هتلاقي الغالبية العظمى منهم الغالبية العظمى منهم اي مبنية على بايند بص كده كل دول مبنيين على بايند شايف؟ السوفتوير بتوع دول كله بايند سيرفر كلهم مبنيين على بايند ماشي؟ تمام كده؟ طيب ممتاز هتلاقي عندك كمان الوبريتورز مين اللي مشغل مين اللي مشغل الروت سيرفرز دولة يعني هتلاقي في الروت سيرفرز حتى الان مازالك جماعات هي اللي بتستخدمها او مش هي اللي بتستخدمها هي اللي مشغلاها الروت سيرفرز اللي مشغلها عن طريق ناسا ال ISC نفسها هم اللي مشغلينها خلاص؟ ماشي ايه تاني؟ طيب عايزين نوريك ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ كيف هي Dewarọ films متوماين financiًا؟ الضغط المماين في أمريكا والاكتاب في أوروبا والاكتاب في أسيا لا تظهر فاستيّềng على التأخير ستجد aqui غالبةolit ni العظمة pitch بدلاً مستحوظ عليهم ويمكن مع المماركة تتقل أمريكا غالبية العظمة منهم ستجد م understandable في ليابان وياً انت ممكن تسألني سؤال يكون مهم جدا، اللي هو ايه؟ تفتكر ان 13 رود نيم سيرفر هيقدروا يشيلوا كل الريكوستس بتاعة الكرة الارضية او بتاع الانترنت يوزر بتاعة الكرة الارضية كلها تخيل كل المستخدمين الموجودين في العالم اكمل يا المستخدم للانترنت دول فيه 13 سيرفر بس هيقدروا يستخدموا 13 سيرفر بس كل المستخدمين دول هيستخدموا 13 سيرفر ده حاجة شبه مستحيلة شبه مستحيلة طب عشان تحل مشكلة زي دي اتقال لك بس كل في كل سيرفر موجود لل13 انا مش هحط سيرفر واحد دول هيحطوا سيرفرات كتيرة جدا ويخلوا السيرفرات دي كلها تشتغل وهيستخدموا تكنولوجيا اسمها اني كاست مش عارفت انت سمعت اعتقد انت وكلكم سمعتوا قبل كده عانت تعاني مساحتي كده سيرفرات دي كلها تستخدم تكنولوجيا اسمها الاني كاست الاني كاست دي بتسمح لك ان يكون عندك مجموعة اجهزة او مجموعة سيرفرات مجموعة سيرفرات دي كلها لما دي تطلبها هتطلبها عن طريق IP ادرس واحد بس بس هنا كده اعتبر بيكون فيه انا زي اه اقول لك ايه امسل لك في الظبط بايه دلوقتي اعتبر كأن فيه لوت بلانسر موجود هنا كأن انا مش بقولك فيه لوت بلانسر موجود هنا كأن بدل ما هو سيرفر واحد بتبتلكوا دولة واحدة او مجموعة سيرفرات صغيرة بتتبدأ لكم دولة واحدة تتحكم في الانتر ريت قال لك بس انا هستخدم الاني كاست دول وبدأوا يعملوا ريبليكات للانتر ريت دين السيرفرات حوالي العالم يعني مثلا جون في افريقيا ورح مختار لك المغرب ورح مختار لك جنوب افريقيا واختار لك دول تانية في مص افريقيا كده حطها في اسيا برضو نفس الحكاية لو جيت بالصد الوقتي بقى على دين السيرفرز اللي موجودين حوالي العالم كله هتلاقيهم كبر جدا شايف كل دول حاليا بقوا دين السيرفرز موجودين حوالي العالم ماشي خلاص كده بص كده هتلاقوا بدأ يوزح حوالي العالم في اماكن مختلفة تمام وهتلاقي فيهم دين السيرفرز اللي موجودين كلهم ريبليكاتد مع بعض يعني هتلاقي مثلا هنا مش عارف سيرفر موجود هنا وهتلاقي واحد تاني ريبليكاتد له موجود هنا سيرفر موجود هنا وفي نسخة تانية منه موجودة هنا خلاص ماجي ودي طبعا الاي بي ادرس بتاعتهم لو انت عايز تعرف الاي بي بتاع كل واحد فيهم ده الاي رود سيرفر ده الاي بي بتاعه وده الاي رود سيرفر اهوا شايف كل دول الاي رود سيرفر لوحده الاي لوحده واحده سبعين سايت تخيل الاف رود سيرفر مية واربعين سايت الجي رود سيرفر سبتة سايت الاتش اتنين بس الاي تسعة وخمسين سايت واخد بالك كده هتلاقي مثلا لندن خلت النسخة منها ريبليكاتد باريسا عندها نسخة خاصة بيها مش عارف اي تاني فيينا عندها نسخة خاصة بيها توكيو عندها نسخة خاصة بيها خلاص كده وبقت نفس النسخة اللي موجودة عند دولة معينة ها بقيت موجودة عند اي دولة تانية كل دولة ليه ها عشان لسببين ان ما يكونش في دولة محتكرة الانترنت الحاجة التانية ان السيرفر دي بقت كريديكال جدا بحيث ان لو في اي رحظة من اللحظات حصلت اي كارسة ها تبقى الدنيا او نقدر لسا الاساس الموجودة على الانترنت يعني انت خيل كده لو حصل عندي وهوب حصل لذال كل السايتس اللي موجودة فقرة معينة دغدغت جالك كده قالك حصلت سونامي الصبح فيكون في نسخة خدنية موجودة في مكان تاني هيبقى الحل الوحيد بعد كده ان انت عشان تدمر سيستم زي ده سيستم ريبليكيتد بالشكل دوا ماشي شايف شايف سايتس قدقيت موجودة عندنا وكل سايتس منهم بص ناميبيا بقى عندها نسخة هي كمان مش عارف اصلا مصر عندها او لا اسرائيل عندها نسخة ومصر عندنا نسخة هي عندنا نسخة من نمسير في الرقم 3 ثلاثة 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 ده المفروض هيكون سي اعتقد ومعرفش فين اساسا ما علينا قاني المهم لو حصلت اي كارثة ها ستبقى الدنيا في امان ما عدا حالة واحدة بس ان الكرة الارضية كلها تدمرت بقى ما ودخال انت كده كده لو رجعتني ثلاثة على الخريطة وان معرفش فيها كل دول وا قصة معناها ان الأرض كلها تدمرت هذا الشيء الوحيد الذي تدمر من أثر إليها transition building ultrateraleha دائما مال أستراليا تذهب إلى سؤقت نرجع للموضوعنا يبقى كده عارفنا ان فيه حاجة اسمها دينس والدينس ده كله وظيفته في الحياة ان هو يعمل ايه؟ يحاول الاسم الابي وانتعمل سيستم عبارة عن سيرفرات هتسمح لي ان انا ايه؟ استخدم دينس سيرفر دو طيب كلام جميل لحد بقيتم فيش اي مشكلة حاجة بس كمان اتعملت عشان تكون ايه؟ عارف ايه اللي بيحصل حواليك اللي هي ايه بقى يا سيري زي ما قلت لك دينس بيبدأ بالدوت وتحت الدوت ده هيكون فيه حاجات زي كم وحاجات زي أورج وهكذا وتحت كل واحدة فيهم هيكون مجموعة شوية دومينز زي ياهو زي جوجل ياهو دي هيكون عندها وحاجات دابليو 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 وهيكون عندها ميل واحد وميل اتنين وغيرهم وهكذا قال لك بس انا هعمل كمان هعمل كمان طريقة تانية لديه الناس هيبدأ بالدوت وتحت كل دوت والعامل الطريقة الأولانية هي كان اوضانية كان اسمها حد لكل دوله رمز حرفين اتنين بس يميزوا الدولة دي لاني مصر مثلا يدادود اي جي امريكا يو اس مش عارف انجلترا يو كي وهكذا ماشي كده وتحت كل واحدة برضه زي ما انت عايز بقى حط الاسم قلي انت عايزها وليكن ياهو جوجل براحتك اي اسم بقى يعجبك خلاص فبقى عندنا طريقتين لديه النقص ان هو يشتغل بهم مش طريقتين فيه 2dns بس في الاخر كلهم بيروحوا ويلفوا ويدوروا ويرجعوا المين في الاخر للروت سيرفرز بتاعتك يعني سواء انت مستخدم الcountry code top level domain او انت مستخدم ال generic top level domain فالاتنين بيلفوا ويدوروا ويرجعوا المين ها للضبط ماشي يبقى الروت سيرفرز في الاخر هم اللي متحكمين في مين في كل الناس ديا سواء انت مستخدم ال top level domain او ال country code top level domain ها واضح بحطة دي طيب كلام جميل دلوقتي بس عشان لو قلتلك قول لي اسم اي موقع من المواقع تنمسح الكلام ده كده هو السبب ما وان نوت بيهرج معي النهاردة شوية والقلم نفسه بيهرج وكمان كل مرومج مايكروسوت شغلتها ما شغلتهاش فيها خوازين سواء انت على ويندوز على ماك في اي حتة برضو فيها خوازين ما عليم المهم انت كده بدأت بالضوت تحت ضوت ففي عندك مش فرقة معاك بقى استخدمت شغيرك او او country code مش فرقة بقى سواء انت استخدمت com وتحت com ده عندك yahoo كافتراض يعني وتحت yahoo ديا عندك حاجات تانية مثلا زي mail وعندك حاجات زي www ماشي دلوقتي لما تيجي لما تيجي توصف الاسم ده كله كامل هتوصفه ازاي الا كبدأ من تحت الى فوق اهو هنبدأ ب www خلاص بعد كده اللي فوق ده مين ياهو حطه بينه وبين البراند بتاعه ضوت بعد كده ضوت تاني ياهو البراند بتاعه مين كم بعد كده كم ده البراند بتاعه مين ضوت هتقول لي اعمل حاجة استنى بقى ثانية واحدة انا طول عمري بطلب المواقع من غير ما حطت ضوت في الاخر ايه الدوت اللي انت حطتها لديا هقولك الدوت دي هي الروت سيرفر بتاعك ده الروت سيرفر بالمناسبة سواء انت حطتها او ما حطتهاش اللي اتنين valid تقولي طب لو ما حطتهاش valid ازاي هقولك البراوزر بتاعك بكل بساطة بيضفها لو انت ضفتها خير وبركة لو انت ما ضفتهاش البراوزر بتاعك بيضفها بشكل اوتوماتيك من غير ما تقرب لها ماشي كده يعني لو انت جيت هنا كده و جيت هنا قلت له جوجل دوت كوم واضفت له في الاخر دوت شايف دوت ضيفة في الاخر هيا وضغط اندر ها حيروح لجوجل دوت كوم ما ضفتش دوت في الاخر بص البراوزر بتاعك اوتوماتيك شالك الدوت يعني الدوت بالنسبة له بقية حاجة من المسلمات انت مش محتاج تقول له عليها اصلا الموضوع بالنسبة له بقية حاجة من المسلمات ها وضحت النقطة ديان ها حد عنده اي مشكلة حد الوقتي ها حد عنده اي مشكلة طيب كلام جميل تعال هكده نبص بشكل سريع كده اه فين يا سيدي فين 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 اه الترمنا البتائي اهوا لو انت جيت النهاردة بقى و جيت بصيت على الكلينت لو حد فيكم فاكر الكلينت فاكر ملف الاتي سي هوستس ها هو عبارة عن ملف بيكون فيه انترز كل انتر عبارة عن اي بي وقصدها الاسم شايف اهو ماشي ادي الناس برضو ما هو اللي عبارة عن عبارة عن شوية ملفات و كل ملف عبارة عن انتري ال اي بي وقصدها الاسم ماشي كده ادي الناس ما هو اللي عبارة عن حاجة زي كده بالظبط هتذكارشن ادي الناس فيه اي اختراع من هذا ماشي تستخدمها أساساً أن تشغل. انظروا الأول من البداية. لو جيت تعمل بنج على أي اسم يعجبك سيقوم بعمل لك هذا الاسم ويقول لك الـ IP Address بمناسبة أنت ممكن تحاولت تعمل بنج مرة أخرى المرة يضع لك الـ IP ثاني لماذا؟ لأن جوجل نفسها لم تشغلوا IP Address واحد عندهم بمناسبة لك الـ IP Address لديهم شوية سيرفرات. ليس واحد فقط. ماذا أيضا يا سيدي؟ الحاجة اللي بعد كده. لديك شوية تولز بقى زي الـ NSLOOKUP مثلا NSLOOKUP ممكن تستخدمها وNSLOOKUP BY DEFAULT ما بيعملش أي حاجة. هتقول لي ايه يا عمد؟ ايه اللي انت بتقول لي ده؟ ايه فادي التول دي؟ هقول لك التول دي لازمتها في الحياة ان انت تبدأ تسأل الدين السيرفر اللي موجودين عندك على عنوان المواقع. لو جدت تقول له مثلا كده ايه عمد الـ IP Address بتاع الدومين اللي اسمي هو.com. بص كده قال لك أنا استخدمت الـ NSLOOKUP اللي هو 192.168.1.1 الـ Address بتاعه أهول وبستخدم الـ board 53 بالمناسبة الـ DNS بيستخدم الـ 53 UDP ثاني الـ DNS BY DEFAULT لما انت تـ query DNS الـ client تـ query DNS سيرفر بيستخدم الـ board 53 UDP قال لك يا وددكم ده دي ليها 3 عنوان published على الانترنت هذا الانوان الاولاني و هذا الانوان الثاني و هذا الانوان الثاني و هذا الانوان الثالث 9 10 11 12 13 عنوان موجودين لـ google.com خلاص؟ غير اللي حسب الدول صح مظبوط غير اللي حسب الدول أنا ما قلت ليش google.com .eg .eg حاجة تانية خالص شايف؟ هذا الانوان هذا الانوان اعملت له فين؟ 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 لا لا كل دول دول كلهم اي جي هوا شايف؟ كل دول اي جي بس كل دول اي جي بس شايف؟ و دول كلهم جوجل.com بس فربنا يديك الصحة ماشي؟ طيب كلام جميل اه اي تاني؟ اه بمناسبة لو انت عايز تستخدم dns غير dns بتاعك يعني ايه؟ يعني بص أنا دلوقتي لما جيت اعمل resolve خلاص؟ العامل اللي عملتها دي اسمها query او resolve لما انا جيت اعمل resolve او query dns بص dns سيرفر بتاعي كان اسمه ايه؟ اللي هو الروتر بتاعلي في البيت انا بستخدم الروتر بتاعي كdns سيرفر طيب لو انا عايز تخدم dns سيرفر تاني مثلا ها هقول له مثلا دns سيرفر ان انا استخدمه بتاع اعمة جوجل اربعة تمانيات انا كده بقيت بدل ما بسأل الروتر بتاعي على الاب او اسف العنوان بتاع المواقع بقيت بسأل مين؟ دns بتاع جوجل ولو قلت له مثلا redhat.com اهو ماشي كده؟ طيب انا كده الوقتي بدل ما بسأل الروتر بتاعي مباشرة لا بروحي dns بتاع جوجل اسأله تمام كده؟ ماشي زي الفل طيب نعمل اجزت من هنا كده اهو في عندي طول تانية اسمها dig مش عارف موجودة هنا او لا موجودة هي على الماك ماشاء الله كويس يعني موجودة على الماك كهيا ممكن اقول له كده dig yahoo.com ودج دي طول بتستخدمها عشان تكوري dns الديج دي هتبديك شوية معلومات اكتر هنقشها بالتفصيل ان شاء الله خلاص زي مثلا بتبديك الكويري تايم بتاعك وقتها قدي ايه؟ شايف الميسجي سايز كمان وقتها قدي ايه؟ خلاص ديج لما استخدمتها هتلاقب بتاعها شكل غريب شوية ومش غريب بص ده السؤال اللي انت سألته انت سألت على الادرس ها سألت على يهدتكم وسألت على ايه؟ ايه الادرس بتاعه سأجاب لك الدهل ده الكويتشن بتاعك سأقل لك الامصر بتاعتك ده والادرس بتاعه اهو وده والادرس بتاعه اهو شايف؟ شكل تاني بس الاوباب بشكل تاني مختلف بس بيديك بقى ايه؟ ها شوية معلومات زيادة زي مثلا الكويري بتاعتك انت سألت على حية واحدة بس طلعلك تلات نتايج مفيش فيهم اي 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 ثورتاتف نيم سيرفر ومفيش فيهم اي قدشنا الانفورميشن موجود خلاص كده؟ طيب كلام جميل ممكن تسأل مثلا على ديج بمناسبة انت ممكن انت بتسأل تقوله الطيب بتاع الريكورد اللي بتسأل عليه لو انت مديتلوش اي ريكورد طيب اوتوماتيك بيفترض ان انت عايز تجيب الادرس بس بيفترض ان انت عايز تجيب الادرس هاي الريكورد طيب ديب؟ الريكورد طيب ده معناها ها ايه النوع نوع الـ DNS entry اللي بتسأل عليها ايه نوع الـ DNS entry ديب؟ بص الـ DNS اللي هم يجي انا قلت لك الـ DNS ما هو عبارة عن شوية ملفات هو عبارة عن شوية معلومات الاسم للـ IP بيما بالاسم للـ IP بس كده طيب هو كل المعلومات اللي بتخزن ديه كلها بس عبارة عن معلومة اسمه و IP بس وخلاص ولا لا لا هو مش اسمه و IP بس ده انا ممكن اخلي ديه الناس استخدمه عشان اقول له انا عندي سيرفز اسمها كذا والسيرفز ديه الموجودة على الـ IP الفلاني وصلت انا ممكن استخدم ديه الناس لاستخدامات تانية كمان استخدامات تانية اكتر من اللي انا اتكلمنا عليه حتى الان فيه انواع من الـ records فيه special records موجودة يعني ممكن اقول له كده الـ mx record مثلا الـ domain اللي اسم يهو.com انا بدور على الميل exchange record بتاع الـ domain اللي اسم يهو.com خلاص فراح اقول لك انت عندك mta6.am0.dns.net شايف ده الـ question بتاعك وده الانسر بتاعك خلاص خلاص انت عنده اعي سؤال اعي سؤال اعي سؤال حالو يبقى كده المهاردة اللي احنا نشوفنا ايه اتكلمنا كintroduction بس لـ DNS واتكلمنا كمان فيه option طلع كل الـ record كل الـ types والله والله عندك العم دج نفسه ممكن تفتح كده المال بتاع الحج دج ده وتشوفه سؤال بس موجد اعني لم تفتح كفيتو وستطيع ان تستخدمها لكن لم تفتح بس طلع حتى الانين بتحاول تستخدم الـ لم تفتح كثيرا لك نعمل ماشي طيب ماشي يبقى النهاردة كده اتكلمنا على اثنين طور زبوشات جدا هنستخدمهم طول ما انا شغالين واتكلمنا بس كأنترودكشن على الديناس ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ نتكلم على ايه ها نبدأ بقى الامبليمنتيشن بتاع الديناس ونبدأ نتكلم على الفورورد لوكاب والرفيرس لوكاب بتاع الديناس المرة الجاية هنتكلم على الفورورد لوكاب والرفيرس لوكاب بتاع الديناس تمام كده تمام نتقابل بقى ان شاء الله الساعة سبعة تمام اشوفكم على خير ان شاء الله سلام عليكم